كشف تقرير صادر عن وزارة تنمية المحلية عن الانتهاء من توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأظهر التقرير توفير أكثر من 5000 قطعة أرض حيث تنصق الوزارة حاليا مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة والتي جاءت استجابة لطلبات المواطنين